اشتركوا في القناة 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 لأنهم يكونوا عندهم حتى تعامل مبيناتهم إلا في حالة ما إلا بدلت المنطقة اللي انت فيها مثلا أنت في منطقة أندلوسيا تقدر تشي منطقة ديال مثلا كومنيداد باليسيانا أو تمشي منطقة مثلا مادريد أو منطقة ديال كتالونيا أو منطقة الباسك أو إلا شي حاجة دونك هاد المسألة ديال لأنهم تعامل زجري أو تأديبي أنا ممتفقش معه لأنهم كيش يطبوا على الناس مباشرة وما كيعاقبوش الناس فيها هنا غادي نجيو للرواية ديال اللي قدموها المحامي وللي بحت المحامي لأنه طلب وكان العائلة كلفة محامي المحامي ما غاديش نقول باش ما نطعنش ونكون يعني أنني نطعن في العمل ديال المحامات ولا شي حاجة ربما كان تقسير من المحامي ربما كان شح من المعلومات أو من المعطيات من هذه المؤسسة هذه للمحامي على أيين أو ربما عاوتيني ما كانش دور اللي كان خصديره السلطات المعنية وهي القنصلية المغربية للتذكير على أنه كينا قنصلية مغربية في ألميريا وهذه القنصلية هذه تهيئة فيها الأخر بزاف ما يتقال على أيين بحكم كان هناك درات شي بحكم المعرفة ديالي بالمنطقة وأنا أعرف المنطقة جيدا وأعرف إسبانيا جيدا حتى الناس اللي إسبانيا رك عارفوني لا أيين ربما هنا كانت تقسير ما بين هالتولاتي هذا ربما المعلومات اللي توصل بها المحامي كانت غير كافية السلطات أو القنصلية المغربية أولها الدبلوماسية ما دارتش الدور دياله وما ضبطتش بشتعرف الحقيقة المؤسسة الخيرية أو مؤسسة الإيواء ما عطتش المعلومات الحققة وما زودتش بالفيديو لأن الفيديو رغت تلح مؤخرا وهنا غاد يرجعوا غاد ينطعنوا فاتش هذا اللي واقح يعني كيف يعقل تقريبين سنة عادي خرج الفيديو مصرر تاني حاجة كانوا حد دور ديال العائلة اللي هي ربما تهي ما دارتش أو دارت قسرات واحد الأمر هو أنه ديال التشريح لأنه التشريح كان ضروري خصهم يعني تكون فيه مصادقة ديال السلطات المغربية أو واحد من المسؤولين اللي كيمتل القنصلية المغربية يحضروا على التشريح لبما أنه يعني شاب مازال صغير ضروري لو كان شخص كبير ولا شي حاجة ربما نقولوا على أنه كنا أمراض أو كنش حاجة ولكن بما أنه شخص أو شاب صغير ربما هاد القضية ديال القنصلية والتدخل خصت تكون على جميع الناس سواء كانوا أعمار كبيرة أو صغيرة ولكن ربما ندينو إحنا السيتناء كان على أنه الناس اللي مسؤولوا في القنصلية حضروا التشريح وشوفوا التقرير التباو وزودوا الناس وتواصلوا مع العائلة هات الشي هذا مع كل أسف ما تنشوفوهش في القنصلية المغربية ولا هاد الناس اللي كيمتلونا ما غاديش نقول ألميريا ولكن غا نقول بزاف ديال الدول كينا تقسير بزاف والعائلة كان عليها تزيد ضغط وكان عليها أنها تتواصل بما أن هنا في المغرب كان عليها تزيد تتراصل مع وزارة خارجية باش وزارة خارجية كتتتراسل مع القونسولية وتحاول تعرف الاسباب فهديك اللحظة اللي كان اه او ذك يعني الاسبوع الاول من الوفاد ديل الياس الطاهيري. دونك هنا انا اعطيتكم جميع لحيتي ديل الدوسي اللي كان هو انه رح كان تقسير رح هنخلي لكم انتو من رأيي اللول والاخر فين تعرفوه? اللي كان اكد على انه دور ديلة القونسولية تخصد تحمل المسؤولية ديلة في انها يعني اه تزيد الدافع لابناء الجالية. وخصصكم تعرفوه على انه احنا اه لمغاربة يعني راح ماشي اه كما تنقولو احنا اه شي لقمة سهلة اللي جاي مثلا ندير فينا اللي رخصا تحملوا مسؤولية. ما بالوك على انه يكون مثلا واحد عندك اوروبية وتوفى في المغرب وعدي تشوف الدورة اللي كان يعبوها القونسولية والهاي الدبلوماسية. دونك احنا ما كنشوفوش انه كان شي فرق. بحل 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 بما انك تمثل يعني اه هي الدبلوماسية وكتمثل الجالية المغربية. اذا خصك توقف عليها الكبيرة والصغيرة في هاد الموضوع هذا. مع كل اسف هاد الشي ما دارتوش قونسولية او ربما قصرات باش ما نكون واضح معاكم. اه النتيجة شنا هو هو انه الفيديو تصرب حتى تقريبا من بعد سنة. كذلك واحد المعلومة حصري اللي بغيت نقول هو انه المدير دي اللي كلمؤسسة كان استقل تقريبا اه ست شهر او سبعة شهر من بعد الحادثة هذه. كان قدم الاستقالة دياله اخرج من المؤسسة اللي كان اه او كان مدير فيها او كان مسير فيها. هذي معلومات ديال اه الياس العماري اه كما قلت لكم اه 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 الحقيقة والمعلومات حصرية على هاد الموضوع هادا والدور ديال القونسولية المغربية. نتمنى نكون انه انه توفقت في هاد الفيديو هذا نتمنى على ان العائلة يعني اه 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 ادير الدور ديالها وتزيد ضغط باش تعرف بزاف ديال المعلومات وإلا كان شي تقسير من هاد الناس هادو داخل هاد المؤسسة هادو راه كين قانون داخل اسبانيا اللي كيحمي هادش دي باش نكونوا واقعين. اسبانيا بغي نقول لك رهنا راه الدولة اللي هي ديمقراطية وفيها قوانين تتطبقها باش نكونوا واضحا كيف ما بعض الدول اوروبية كامنا وهادش هذا يعني ما فيش النقاش وما فيش شك وما كان طعنوش فيه. اللي كين هو انه العائلة يعني كتمنى على انه يكون تحقق شامل باش نعرفو فين كينا نقطة ديال الخلل اللي تعطتنا بحل هاد المشاكل هدي اللي تقدر تؤثر على الصورة دي الاسبانيا كبلد والصورة دي الاندلوسية كمنطقة يعني مستقلة او كمنطقة تمتع بحكم ذاتي. خود نتمنى نكون يعني الفيديو الاعجاب ديالكم في انتظار انكم يعني تدعمونا بالارأ ديالكم شكرا بزاف. السلام عليكم.